بخلاف عمله الصحفي العظيم هو شغل تأسيسي للصحافة مش بس مجرد كلم صحفي لا ده هو راجل أسس يعني في مهنة الصحافة طبعا وكان مؤسسين أخبار اليوم وصورة موجودة طيب يعني احنا منتكلم عن شاعر بالأساس صحفي وصاحب كلمة وصاحب رأي وصاحب موقف فيقولك طب ازاي مقاموني الشناوي هو اللي عمل العتبة جزاز بعد هزينة 67 اه هي لها الحقيقة قصة هو بعد هزينة 67 كان هو وقريس منصور كاتب الكبير بيقودوا وعملوا نكت نكت للشارع مش هتتنشر طبعا بريش سنة 67 يعني بيقالفوا نكت اه نكت للشارع تتقال وبعد كده تنتشر تعرف النكتة في مصر بتنتشر في اللحظة فهم مش قادرين يعبروا عن يعني عن غضبهم في الصحافة لا عمي وعمي كان بطل الكتابة كمان بعد تأميم الصحافة يعني في مطلع تستيناد توقف بسبب التأميم لما سألته قال لي بعد التأميم خلاص ما هنتش قادر أعبر عن نفسي فالمهم هو وقانيس منصور كانوا بيعبروا عن غضبهم بالنكتة يعملوا نكت وتنطلق بالتليفون تملى الشارع المصري فالرئيس جمال عبد النصر في أحد خطبه وده أشار إليها فيلم الممر آه آه يعني كانت موجودة أنه زعل يعني قال يعني المصريين عارف بيحبوا النكتة ودايما كل حاجة بنعبر عنها بنكتة بس يعني النكت دي ممكن تأذي تأذي وبذات أنها آآ دخلة في منطقة حساسة آآ فطبعا الرسالة وصلت لمين لمأمون الشيناوي الأنيس منصور آآ فتوقفوا عن النكت والتليفونات وخافوا قال لك كده لا لا يكون قصدنا ما هو كان قصدهم فعلا ما هو كان عارف يا الدولة ما كانش تعرف أنه هم اللي بيوردوا النكت لا أناش عرفني أنت بتعرف لا أكيد الدولة عارفة لا أنا معرفش آآ أكيد الدولة عارفة وتمسك اللي قال وعبد الناصر عبر عنها بزكاء يعني يعني هم عارفوا أنه هم المقصودين بدا طبعا فوقفوا نكت طبعا توقفوا تماما خلاص فيش فيها زار يعني فيه انزاره آآ وقال لهم حتى نعمل سماح أنه أنا عارف أن الطبيعة بتاعتنا أنه إحنا نطلع نكت بس يعني لازم نخف شوية فخفوا خالص طيب عمي جواه رغبة أن يعبر عن الهزيمة فخد من في الكلور العتبة جزاز والسلم نيله في نيله ما قمونيش ناوي قالك إن هو كان قصده قصد الهزيمة طبعا وشاف إن ده أرضاه نفسيا أنا عايز أقول رأيي فقال لك ترية غير مباشرة آآ وبس بقت أغنية طبعا تنسب للفلكلور لأن هي أصلا مأخوضة من الفلكلور آآ بس تنسب له وكان ثلاثي ثلاثي المرح مظبوطه كان علي إسماعيل طبعا آآ العبقاري اللي عامل اللحن ده واللحن اشتهر ونجح والناس من الشوعة ده بلحة بالمعنى السياسي اللي أصد ومأمونيش ناوي بس هو خلاص يعني ردا نفسه هو أصد حاجة وتلعت